لو حضر لك دكتور وجاء لك طفل عينه مسفرة وبطنه بتوجعه ولون البل بتاعه احمر او غامق الطفل ده ممكن يكون عنده هباتيتس اي فيروس او التهاب فيروسي كبدي الف فاهلا بكم عزيزان متابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن هباتيتس اي فيروس احد الفيروسات التي قد تصيب الكبد وتنتشر اكتر حاجة في الاطفال وحلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل للاقي الفيديو بص يا صديق العزيز هباتيتس اي فيروس ده احد الفيروسات التي تصيب الكبد زي كمان فيروس بي و سي و دي و اي وهكذا والفيروس ده معدي جدا بينتشر عن طريق فيكل اورا روت يعني من البراز الى الفم وعشان كده اكتر حاجة بتشوفها في الاطفال هو ممكن في الكبار طبعا لكن اكتر في الاطفال الاختلاط المباشر كمان ممكن بالسبب تلوس المياه وتلوس الاطعمة ببراز شخص مصاب عشان كده بينتشر اكتر في الدول الفقيرة برضو المياه فيها مش نزيفة اوي الطعام والحاجات دي وفترة الحضانة بتاعت الفيروس ده حوالي من 14 ل 28 يوم يعني من ساعة الفيروس ما يدخل الجسم لحد ما يبدأ يظهر اعراض على هذا المريض ممكن تستمر الفترة دي من 14 ل 28 يوم ممكن بعد المرضى يصابوا بالفيروس ده وما يحصلش عندهم اي اعراض خصوصا لو كان طفل اقل من 6 سنوات لكن بعض المرضى التانيين ممكن يبدأ يظهر عندهم اعراض زي ارتفاع درجة الحرارة الم في البطن قيء غسيان حالة اعياء عامة كده بعض المرضى التانيين يظهر عليهم حاجات تنبهك اكتر للعدوى بالفيروس ده زي طبعا اليارقان او صفرر العين صفرر الجلد الم او وجع في right upper quadrant area منطقة بتاعة الكابت دي لون البول يبقى غامق او احمر والحقيقة ان معظم المرضى ومعظم الاطفال بنسبة اكتر من 99% بيخفوا تماما بدون اي مضاعفات وبالعكس بيبقى عندهم مناعة طول العمر ضد الاصابة بالفيروس ده والفيروس ده مفيش منه حالات مزمنة ما بيعملش زي فيروس بي وفيروس سي لا هو اكيوت فقط زي ما قلنا معظم معظم الحالات بتخف بدون اي مشاكل لكن نسبة قليلة جدا جدا اللي ممكن يحصل معها مضاعفات وقد تكون خطيرة زي الفولمنت هيباتايتس التهاب كابي دي خطير ومميت او زي البرولونجد كوليستيزيز او زي المشاكل التانية على الكلا مثلا وغيرها لكن معظم معظم الحالات بتعدي بدون اي مشاكل لو جالك مريض بالمواصفات دي وانت عايز تعمله فحوصات فتعمله اول حاجة صور الدم كاملة عشان تشوف بس اللي يكون فيه هوموليسيز تكسير في كرات الدم الحمرة يكون هو ده السبب في الجوندس اللي ظهر على المريض ممكن الطفل يكون عنده انيميا الفول وحصل له هجمة تكسيرية فالوادس فره حالة اعياء فنفرق شوية كمان بنعمل للمريض بتاعنا ALT وAST اللي هي انزيمات كبد واللي غالبا بتطلع عالية جدا مئات واحيانا الاف كمان بنعمل بلروبن اللي الطفل بتاعنا بنلاقيه عالي وممكن يكون اللي اتنين عليين الديركت والانديركت بلروبن يكونوا عليين ممكن تعمله Bt والبيومين تكملة وظائف الكبد يعني لكن الاهم هو تحليل الفيروس نفسه اللي بنعمله اللي هو IgM وده لو طلع عالي بيقول ان فيه عدوى حالية ده تحليل مهم جدا واعتبر هو ده الاساسي في التشخيص IgM اما IgG فده مش مفيد قوي لانه مش بيقولك اذا كانت ده عدوى حالية او عدوى سابقة ده اجسام مضادة ممكن تستمر في جسم المريض طول عمره فمش بتساعدنا كتير الاهم هي IgM بعض المرضى ممكن نحتاج لهم PCR لكن فيه الغالب ما محتاج لهمش الكلام ده واكتر حاجة هو IgM زي ما قلنا كمان ممكن نحتاج نعمل للمريض بتاعنا تحليلات الفيروسات التانية الكبدية زي فيروس C و فيروس B عشان نستبعد ان هما يكونوا سبب لان احيانا يعملوا كمان ممكن نعمل للمريض بتاعنا اشعة تليفوزيونية عشان نشوف حالة الكبد ايه وعشان نستبعد الاسباب التانية ممكن يكون سبب تاني للجوندس ولا حاجة يظهر في السنار والمريض بتاعنا لو جلنا وعملنا له التحليل وطلع الALT والAST عالي وهي بطايتس A فيروس IgM عالي فبنقول ان المريض ده عنده التهاب فيروسي كبدي الف وبنعد له التحليل اللي هي الانزيمات الكبد مثلا بنعدها بعد اسبوعين بنلاقي الموضوع تحسن كتير جدا وممكن تكون باقي الطبيعي او الرابط من الطبيعي يعني بنعد له انزيمات الكبد بعد اسبوعين وبعد كده اذا كان لسه الانزيمات عالية وبالنسبه للعلاج فمفيش علاج اصلا لفيروس A الكبد هو بيخف الوحده والعلاج اللي بنديه بيكون علاج تحفظي فقط لا غيره بنخلي المريض بتاعنا يستريح شوية وبنعزل الطفل بتاعنا او المريض بتاعنا ميروحش الحضانة ميروحش المدرسة بنعزله عن باقي الاطفال لمدة اسبوعين المدة دي بتكون كافية ان شاء الله وبالنسبه للاكل يأكل طعام عادي جدا طعام صحي مفيش طعام مخصص لمرضى بطايتس A فيروس مفيش حد يقولك خليه يأكل عسل اصل الفيروس بيحب العسل والكلام ده كمان نهتم بالنظافة العامة طبعا وغسل الايدي لجميع افراد الاسرة قبل الاكل والمريض بتاعنا بعد ما يعمل حمام يخسل ايده بمية وصابون وقبل ما يأكل يخسل ايده بمية وصابون وانطهر الاسطح وانطهر الحمام كمان الطفل او المريض بتاعنا ما ندلوش ادوية بدون داعي بندلو حاجات بس للاعراض باستشارة الطبيب المعالج طبعا يعني لو ما ارتفع درجة حرارة ممكن ندلو برس تمول بس نخلي بنا من الجرعات شوية وما يخدش جرعات عالية لو في قيء او في غسيان او اي اعراض تانية ممكن ندلو برضو بعض الادوية لهذه الاشياء في بعض الاطباق ممكن ينصفوا حاجة زي منشطات للكبت حاجة زي السليمرين مثلا لكن مفيش كلام عن ان ده ليه فائدة يعني مهمة للمرضى دول معظم الحالات اكتر من 99% مش بتحتاج حاجز مستشفى ولا حاجة بتتعالج في البيت عادي بعض الحالات القليلة بس زي لو فيه فلمون انت هباطيتس زي ما قلنا او مثلا المريض معاه اعراض شديدة وعمال يرجع كتير ومحتاجين ندلو محاليل وريدية ممكن بعض الحالات نحاجزها مستشفى لكن معظم معظم الحالات بتتعالج في البيت عادي بالنسبة للتطعيم فيه تطعيم متاح لهباطيتس ايه فيروس لو شخص لم يصب قبل كده او طفل لم يصب قبل كده ممكن التطعيم متاح موجود عندنا في مصر في المصل واللقاح في بلدك اسأل عليه بنبدي للاطفال من عمر السنة لعمر السنتين الجرعة الاولى وبعدها من 6 ل 18 شهر بنبديله الجرعة التانية يعني بعد الجرعة الاولى بستة لحد 18 شهر بنبدي الجرعة التانية وفي بعض الاراق بتقول ان احنا ممكن نبديه لحد السن 18 سنة اما بالنسبة للبالغين او الكبار ففي بعض الفئات بس هي دي اللي نحب نديهم التطعيم زي مثلا لو شخص هيسافر مكان منتشر فيه الفيروس ده او شخص مثلا في الفريق الطبي الفريق الطبي زي ما احنا عارفين معرض لكل انواع العدوى او شخص عنده عنده مشكلة مزمنة في الكبد فبعض الفئات اللي قدامك دي بنحب نحنا نديها التطعيم طبعا ده لو ما كانش تصاب اصلا بالفيروس ده وهو صغير وبقى عنده مناعة ضده ويجي هنا سؤال مهم لو شخص مش مطعم وما تصابش قبل كده بالفيروس ده وتعرض للعدوى يعني اختلط بشخص مصاب نعمل معه ايه الحقيقة ان في الحالة دي نديه له التطعيم وخلاص الا بعض الحالات لو واحد سنه اكتر من 75 سنة او عنده كورونيك ليفر ديزيز مشكلة مزمنة في الكبد اللي اتنين دول بالاضافة للتطعيم يعني احنا كده كده هنديهم تطعيم بس نديهم كمان امينو جلوبلين تعتبر مناعة جهزة ممكن تمنع الاصابة معاهم وممكن تقلل اعراض جدا وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك المصادر في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا اللي حضر